السلام عليكم والرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسي لهذا اليوم يتحدث عن احتمالات الحوادث المركبة فيما سابق درستي حساب احتمال بسيط الآن أجد احتمال حادثتين مستقلتين أو حادثتين غير مستقلتين وأجد احتمال حادثتين متنافيتين أو حادثتين غير متنافيتين المفردات الحادثة المركبة الحادثتان المستقلتان الحادثتان الغير المستقلتين والحادثتان المتنافيتان يرغب خالد في السفر من الرياض إلى جدة بالطائرة وتشير تقارير شركة الطيران إلى وصول الطائرات في موعدها بنسبة 92% من الرحلات كما تشير إلى فقدان الأمتعة في 1% من الحالات مع احتمال وصول طائرة خالد في موعدها وعدم فقدان أمتعته أول شيء بتعرف الحادثة المستقلة والغير المستقلة تذكر أن الحادثة الواحدة مثل طيران إلى جدة تسمى حادثة بسيطة والحادثة المركبة تتكون من حادثتين بسيطتين أو أكثر فاحتمال وصول الطائرة في موعدها وعدم فقدان الأمتعة مثال على حادثة مركبة الأولى الوصول من الرياض إلى جدة والحادثة الثانية اللي هو عدم فقدان الأمتعة هذه حادثتين مركبة وقد لا يؤثر وصول الطائرة في موعدها على فقدان الأمتعة أو عدمه وتسمى هاتين الحادثتين مستقلتين لماذا؟ لأن نتيجة إحدى هم لا تؤثر على النتيجة الأخرى مستقلة هذه الحادثة مستقلة عن هذه الحادثة بحيث أنها لا تؤثر أي حادثة على الأخرى إذن الحوادث المستقلة يساوي ضرب احتمال حادثة ألف في احتمال حادثة باء مثلا عندي هنا يقول لي يحتوي كيس على ست كرات سوداء وتسعة زرقة وأربعة صفراء وكرتين خضروين فإذا سحبت منها كرة عشوائيا ثم أعيدت وسحبت كرة ثانية فأوجد احتمال سحب كرة سوداء ثم كرة صفراء أول شيء إذا كان احتمال الأول سوداء كم عدد السوداء؟ ستة على كل الكور ستة على واحد وعشرين الكرة الثانية بعدين لحظة أن أعادها يعني رجع العدد كما هو ثم احتمال صفراء كم الصفراء عندي؟ أربعة بقول أربعة على واحد وعشرين ثم بأضرب الحادثة الأولى في الحادثة الثانية ستة في أربعة بأربعة وعشرين على واحد وعشرين ضرب واحد وعشرين بأربعمية وعشرين إذا بسطناها بتعطيني خمسة فاصلة أربعة بالمئة طيب الحادثتين الغير مستقلتين اللي بتتأثر الحادثة تتأثر فيها الحادثة التي تليها إذا كانت الحادثتين ألف وباء غير مستقلتين فإن احتمال وقوعها معا يساوي حاصل ضرب احتمال الحادثة ألف في احتمال وقوع الحادثة بعد وقوع الحادثة ألف يعني مرتبطة في الحادثة السابقة لحظة لدي هنا في المثال الحوادثة الغير مستقلة يوجد في صندوق 10 بطاقات حمراء و10 صفراء و10 زرقاء و10 بيضاء وبطاقات كل مجموعة مرقمة من 1 إلى 10 إذا سحب عبد الكريم أول شي عبد الكريم سحب ثلاث بطاقات عشوائية من صندوق واحدة تلو الأخرى من دون إرجاع فأوجد احتمال أن تكون البطاقات المسحوبة بالترتيب المعطى كما يأتي أول شي إذا كانت مثلا حمراء بعدين بيضاء بعدين حمراء أول شي بقول إذا كانت حمراء كم عدد الحمراء كلها 10 على المجموع الكل 40 يعني في البداية احتمالني أسحب بطاقة حمراء 10 بطاقات حمراء موجودة أمامي من 40 من الكل أبسطها تطلع لي 1 على 4 طيب أنا اطلعت بطاقة الآن برجع أسحب مرة ثانية تنقص عندي المجموع الكل بيضاء البيضاء عندي كم عددها عشرة عشرة البيضاء لأني أنا باقي ما استخدمت البيضاء نهائيا على بما أني سحبت ورقة فيما سبق وطلعتها يبقى عندي 39 إذن البيضاء بتتبقى عندي عشرة والمجموع الكل للبطاقات الموجودة أمامي 39 لأني سحبت فيما سبق بطاقة فتصير عندي 10 على 39 طيب مثلا برجع أسحب بطاقة ثالثة ولكن لونها أحمر أنا سحبت قبل واحدة حمراء فانقصت صارت عندي 9 إذن 9 على وكم بيكون عددها بما أني قد سحبت قبل مرتين بتكون عندي 9 على 38 بعد ذلك بأضربها في بعض تساوي عندي 15 على 988 تساوي 1.5% تقريبا الحوادث المتنافية تسمى الحادثتين التي لا يمكن وقوعها مستحينة تقى الحادثتين مع بعض تسمى متنافيتين شوفي معاي الحوادث المتنافية يقول الحوادث المتنافية احتمال وقوع ألف أو وقوع با يساوي مجموع احتمالي الحادثتين أوجد يكل من الاحتمال آتي إذا رمعت مكعب الأرقام ما أحتمال أنه يطلع لي رقم ثلاثة أو رقم خمسة بشكل مباشر لا يمكن أن يظهر الرقم ثلاثة أو رقم خمسة في الوقت نفسه على وجه المكعب العلوي أكيد أنه يطلع لي رقم واحد فقط في الأعلى فهذه الحادثتين واش نوعها متنافيتين احتمال أنه يطلع لي رقم ثلاثة رقم ثلاثة موجود على المكعب مرة واحدة من كم من ستة والخمسة مرة واحدة من ستة فإحتمال ظهورها بقول واحد على ستة زائد واحد على ستة يعطيني الثلين على ستة يساوي الثلث طيب ما احتمال أربعة على الأقل أول شيء أربعة على الأقل يعني يا إما بيطلع لي أربعة أو خمسة أو ستة فبقول مرة الأولى واحد على ستة زائد واحد على ستة زائد واحد على ستة يعطيني الثلاثة على ستة أبسطة يعطيني الواحد على الاثنين طيب الحادثتين عندي الغير متنافية ماذا تعني غير متنافية أن احتمال وقوع الحادثة ألف أو وقوع الحادثة با يساير مجموع احتماليهما ناقص احتمال وقوع الحادثتين معا نشاهدها الآن من خلال المثال يوجد من بين 240 طالب في مدرسة ما 176 طالب متوفوق علميا و48 طالب متفوق رياضيا و36 متفوق علمي ورياضي اختير طالب عشوائيا فاحتمال اختيار أن يكون متفوق علميا أو رياضيا أول شيء المتفوقين الرياضيا عددهم 48 من 240 أما المتفوقين علميين 176 على 240 احتمال متفوق رياضي وعلمي كلاهما بقوا 36 على 240 الآن بقول الرياضي والعلمي 48 على 240 زائد 176 على 240 واطرح منها المشترك المشتركين بينهم المتفوقين في نفس المجالين الرياضي والعلمي اللي هي 36 على 240 يساوي 188 تقسيم 240 بعد التبسيط 47 على 60 إذن إذا طلعتها بيطلع لي 78 بالمئة تقريبا أتمنى أن يكون الدرس واضح لكنا جميعا